وهي اللي تحتيح لي أن تهي طبقة بيض مو طبقة سياسية لا تخلينا أطقب لا تخلينا أطقب داعة الله عليك الزعامات التي أنا أصفها باسم الزعامات المريضة التي تريد أن تعطي المشروع السوداني ولا تريد أن يظهر زعيما على البيت السياسي الشيعي هل هي التي الآن تتفاوض وتساوم على عدم إقرار الموازنة حتى يعود السوداني إلى صفها هذا السؤال هكذا هي الأمور هي هكذا أكثر من الموازنة الموضوع لا مرتبط بالموازنة يعني الموازنة أمعطلها الزعيم أمعطلها الزعيم نون ويتفق معه الزعيم مين لا تخليني أطقب داعة الله عليك لا حتى نبتعد هي مصلخة هي مصلخة أخوية أقول لك ترى ذولة مو سياسين حاذقين يعني هي مصلخة هي مكشفة ماكو موازنة إلا ترجع بشروطنا حتى نفشلك ماكو زعيم إلا هذا الوليد حسيا بعد إرادلة أروح للقاضي أنا أستاذ نجيم لا أستاذ نجيم أنا نفت نظري أنه تصريح يعني في أحد الوكالات ما أتذكر منه الذي صرحه بالضبط لكن فيه إشارة يعني على أن السوداني يجب أن لا يمضي باتجاه مشروع انتخابي وطبعا هاي إشارة على أنه لن يسمحوا له يعني ببروز جديد لكن مع ذلك شوف إحنا جد هسا ركزنا ركزنا بس خلي نشوف الجانب الآخر ترى إلى الآن السوداني يقول أنا مرشح الإطار وأنا رئيس وزراء الإطار هل لازم نوقف هي الشري الجديد لأنه يفرق جيدا هذا توصيف وليس منة من أحد توصيف هو مرشح الإطار لا لا رسائل هاي بيها رسائل لا لا أستاذ نجم هاي بيها رسائل على أنه أنا ما أخرج لأنه موازنة ما مررها سحنا مجاين نحكي على الموازنة موازنة ما مررها إلى حلفاء اللي يرشحوه ولذلك لما يقول أنا ترى مرشح الإطار أنا رئيس وزراء الإطار بيها رسالة يعني أنه عاد نصف خطوة إلى إلى الخلف يعني أقول لك دفتور أحسان مع ذلك حتى وإن مضى في التعديل الوزاري سيكون محدودا وبتوافق يعني بتوافق الأحزاب السياسية أدري أقول لك شنو هذه ذلة الصير رئيس وزراء ما مسموع لك تقدم لك استقالة الصير رئيس وزراء ما مسموع لك تقدم لالانتخابات أدري من يقبلها على نفسه هاي الشروط يعني هاي من يقبل أن تفرض عليه مقابل أن يكون رئيس وزراء ولو رئيس وزراء مقدم أن يفرضون عليه لا تستقل ولا ترشح الانتخابات زين طيب أنا شلون العاد راح أدير للدولة إذا تبني البداية شاد دين إيديه ورجليه وعيوني شلون إذا صدق ما تقوله هي هاي مشكلتنا لعد مشكلة العراق وين بالطبقة السياسية ساد نجم سحنا عليه من ذا نحجي هي طبقة سياسية ما تريد توجد فارق يعني في في أي مستوى في أي مؤسسات الدولة وإلا على حشايتك شنو أنا يجخل الاشتراطات قامت اشتراطات على رئيس أعلى سلطة تنفيذية في البلاد يعني شنو يعني نحن ننتظر إصلاحات نظام سياسي تتغير قواعده يرسم لنا سياسة عامة يعني ولا شنو رئيس وزراء حاير بتفصيلات يعني تابعة لوزارات حتى إلى هيئات يعني هاي مو مهمته بس شوف يعني شوف لي وين وصل الأمر بالطبقة السياسية والله يا أخوية ما تريد يعني لا تريد رئيس وزراء إمارة صلاحياته لا تريد وزير إمارة صلاحياته لا رئيس هيئة يا أستاذ نجيم هو صاحب الرأي ملاحق سنو برئيس وزراء أريد يطلع من السبت باللي رحمل أمك يا دكتور يعني أقول نعم شوف أستاذ نجيم المسؤولية بالنهاية كلها تقع على عاتق السوداني هو رئيس وزراء يعني دستوريا أنا حاسبك رئيس وزراء يعني هو بالنهاية ما لعلاقة من دعمه خلاص أي هو رئيس وزراء بالنهاية هو يعرف بالنهاية إذا أفشلوا رح يقولوا لا أنت رئيس وزراء أو أطلقنا يدك هو هو بعدين رح يسوي اللي شبكنا يخلصنا وهي اللي تفتي عليه أنت هاي طبقة بيض مو طبقة سياسية أنا ما أنا ما أدري موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة